تعارفين زمان كان فيه أمثال شعبية كده كنا بنشوفها في الأفلامنا القديمة الأبيض وسود وانا كنت زيكم أتفرج على الأفلام دي وقعدت حك وأقول لها الناس دي قديمة الناس دي بتاعت زمان لا لا دا كان زمان كان لما كانت مثلا الحمى تطلع تقول لها تقول لها تقول لها تقول لها بنتها نت فيه له ريشه عشان ما يعرفش يشوف واحدة غيره ولا يعرفش يصرف في حتة بره أول مرة اللي ما معاه فلوس بيجري ويتجوز عليك ويعمل ويعمل هو طبعا مش بالزبط كده لأن لا فيه رجالة محترمة وما بتعرفش تخون ومسؤولة وكل حاجة بس حقيقة الراجل اللي ست بتوفر له بتوفر يبقى معاه بس هي بتجيب وهي بتشيل وهي بتصرف بيبقى زهقان بيحس ان هو مش حاسس برجلته جوه البيت فبيروح برا يلاقي واحدة على قده كده ومحتاجاله ومحتاج يصرف عليها ويديها ويجيب لها تصدقوا ان الراجل بيحس قد ايه هو ذكر والرجولة العالية قوي في ان هو يجيب ويصرف ويحتوي البنت ويحتوي الست فاوعي تشيلي السوب ده من عليكي او اوعي تشيلي الحتة الحلوة دي دايما الستات تقول لك ايه لا انا بعمل وبعمل وبعمل وبتنسى ان الراجل حتى لو ما قالش هو ما فيش راجل بيقول كده بس هو الراجل بيحسها الست الزكية بقى اللي انا بشوفها كده الزكية وارفع لها قبعة الست اللي ما بعرفش وما بشوفش ما بعرفش انزل لوحدي عرفش اروح للدكتور لوحدي اصلا بعرفش اروح للسوبر ماركت اصلا الست الضعيفة قوي دي معنى مش ضعيفة دي قوية وديكتاتورية بس هي بتبين له الضعف عشان تدي له مساحة لدوره تعالى بقى كده عيش برجلتك وحس بنفسك ان انا بقول حاضر ونعم تنزليش حاضر مفتحش الباب غير حاضر اه هتقولي لي ايه ده فيه اه اه الستان دي هي اللي نكحة هي اللي زكية اللي هي عايشة دور الانسة عمرها ما عايشت دور غير دورها هتفضل الانسة لان الانسة بتستفز رجولة الراجل انه يبقى راجل راجل في حياته وراجل في بيته وراجل معاها عشان كده هنتكلم النهار ده اكتر ان الست المستقلة دي ليه مظلومة عشان فيه حاجات غلط هي بتعملها معناها جدعة جدا وست قوية وبتوقف عرجليها وشايلة كل حاج بس فيه حاجات هي مش فهمة ان ده اللي بيضيع حياتها وبيضيع جدعانتها اشتركوا في القناة